السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طالبات وطالبات واولياء امور الصف الثالث الاعدادي ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض شرح دروس يونت 2 اللي هي بعنوان let's go shopping معدنا النهاردة مع شرح lesson 3 & 4 الدرس الثالث والرابع ان شاء الله الشرح هيكون من كتاب المعاصر اللي لسه اول مرة يتبعنا احنا بنشرح grammar unit بالكامل وكمان بنشرح الكلمات والدروس وبنحل على unit من كتاب المعاصر واكتب جيم طبعا انت اقدروا تدخلوا على القناة واتبعوا الشرح ابدأ تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يصلكوا كل جديد بناءدي وان شاء الله يلا نبدأ مع بعض هنبدأ في page 97 هنبدأ بال vocabulary اللي هي المفردات طبعا على الدرس الثالث والدرس الرابع اول حاجة اللي هي المفردات الرئيسية نبدأ كده مع بعض log 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 in معناها يسجل دخول log 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 هيملأ استمارة او يعطي معلومات. فيه كمان فعل اسمه فلت. فلت ده معناه شعراء. طبعا ده آآ ممكن يلغبط كده شوية في آآ طبعا فعل معناه يشعر. فعل اللي هو معناه يسقط. اللي هي معناها طبعا سقطة. ناخد بالنا من الافعال دي علشان اسئلة تلتشايز. بلاج ان. بلاج ان معناه يتصل بالكهرباء. بلاج ان اللي هو طبعا متصل بالكهرباء او اتصله بالكهرباء. برضو بينتايب حرف آآ ساكن قبله فاو متحرك طبعا بنقرر الحرف الساكن ونحط ال ادي. تيرند ان معناه يشغل الجهاز وطبعا عكسها تيرند اوف. تيرن اوف وتيرن ان. ترديشنال اللي هي معناها تقليدي طبعا هو اساسها كان الكلمة اللي هو النون اللي هو معناه تقليد. وضفنا لها اللاحقة ايه ايه عشان تحاولها اللي هي للصفة. معناها يشحن بالكهرباء. طيب الشاحن بقى بنضيف له بقى الشارجر اللي هو الشاحن بتاع الكهرباء. اللي هي كلمة سير. طيب كلمة كروس ويرد. ممكن تلغباتنا بارد. كروس ويرد دي اللي هي الكلمات المتقاطع. انا اخد بالنا من الكلمة دي والكلمة دي. عشان لو جات لنا في شؤال شايز. هانديكرافت اللي هي حرفة يدوية او معناها عمل يدوي. ارتيستس اللي هي معناها الفنانين جاية من الارت اللي هو الرسم او الفان. بعد كده ده اكسرسايز على الفوكابلري. هنكمل بتشارج اللي هي يشحن باسورد كلمة سر او كلمة مرور. ارتيست فنان ترديشنال تقليدي وبلغ. معناها طبعا يتصل بالكهرباء. don't tell people. لا تخبر الاشخاص. about your it's a secret. ان هي سر. يبقى الباسورد اللي هي كلمة سر. not in the لابتوب to charge the battery before using it. عايز يقول له وصل اللابتوب بالكهرباء علشان تشحن البطارية قبل استخدامه. يبقى بلغ ان. اعيز اقول انا بشحن يبقى ايت شارج. انا بشحن الموبايل بتاعي مرة في اليوم. محمود مختار was a great Egyptian artist. هو محمود مختار طبعا كان فنان مصري راع. بعد كده assistant اللي هي معناها مساعد assistant. email. email اللي هي رسالة يرسل بالبريد الالكتروني او ممكن هي كمان معناها رسالة بريد الالكتروني. اللي هي اختصال لكلمة electronic mail. اللي هي رسالة بريد الالكتروني اللي هو الاميل. again معناها مرة اخرى او ثانية. drop معناها يسقط او يرمي. طبعا بينتهي بحرف ساكن. ابل وال. يبقى بنضعف الحرف الساكن ونضيف الed في عند الماضي. drop معناها رمى او سكتب كلمة drop معناها نقطة اللي هي النوم. form معناها استمارة او نموذج وناخد بالنا من كلمة form وكلمة farm. form معناها مزرعة. town center وسط المدينة. town center. passport اللي هو جواز زفر. passport. yes معناها يخمن او واقع. ولو ضفنا لها ing معناها تخمين. corner معناها ركن او زاوية. corner. battery اللي هي معناها بطارية. battery. suddenly. suddenly معناها فجأة بتصدم كادفرب اللي هي الظرف. rule اللي هي معناها قاعدة. اما roll اللي هي معناها دور. في فرق ما بين كلمتين دور. ولكن برضو هما كلمتين confused دي كده في السبيلنج. بيحياروا كده في السبيلنج بتاعهم. rule اللي هي معناها قاعدة. اما rule اللي هي معناها دور. statue اللي هو تمثال. wooden اللي هي معناها خشبي. جاي من ايه? الواضح اللي هو الخشب. carbut اللي هي سجادة. south اللي هي جنوب. طبعا شمال اللي هي north اللي هي معناها شمال. east اللي هي الشارك وwest اللي هي الغرب. دول الاتجاهات. style معناها اسلوب او طريقة او طراز. style. jewelry اللي هي معناها مجوهرات. نكمل في page 88. quality اللي هي معناها جودة. quality وفيه quantity اللي هي الكمية. quality جودة. quantity اللي هي الكمية. village اللي هي قرية. village shells. shells اللي هي صدف اوقع واقع. cost اللي هي معناها ساحل. cost. وفيه كلمة cost اللي هي معناها يكلف. ناخد برنا برضو من الكلمة دي. Arabic اللي هي معناها اللغة العربية. كناون. وكادجكتف صفة اللي هي معناها عربي الجنسي. decorated معناها مزين او مزخرف. decorated جاي من فعل decorate اللي هي معناها يزين. designs اللي هي معناها رسومات او نقوشات. برضو جاي من الفعل design يصمم. soft معناها ناعم او لين. colorful معناها ملون colorful. طبعا هنا عندنا لون color دفنا لها اللاحقة. ادتني الصفة. instructions اللي هي معناها تعليمات. بعد كده اللي هي المواد الخام. عندي واط خشب. leather اللي هو الجلد. wall اللي هو الصوف. stone اللي هو الحجر. metal اللي هو المعدن. و glass اللي هو الزجاج. بعد كده معنا تصريف الافعال اللي هي regular غير منتظم. عندنا فعل lose معناها يفقد او يخسر. وهي عندنا طبعا فعل معناه يفوته. الفرق باللوز ومس. معناها يفوته طبعا مواصلات. او يفوته مكان او يفوته اي شيء. ومعناه برضو يتوحشه. اما معناه يفقد شيء اي يخسره. اه طبعا ان هو يضيع منه يعني. lose الماضي من lost lost. lose lost lost. find out. يكتشف. found out. found out. طبعا يكتشف كمان معناها discover. discover برضو بمعناه يكتشف. choose معناه يختار. choose chosen. choose choose chosen. طبعا اختيار برضو اللي هي noun choice. choice معناها اختيار. بعد كده الجزء الخاص به definitions اللي هو التعريفات. login معناه يسجل دخول. put information ان انت تضع مع معلومات. تضع معلومات. so that you can use a computer بهدف. so that you can use a computer بهدف. so that you can use a computer بهدف. معناه بهدف ان انت تستطيع استخدام الكمبيوتر. طيب login معناه يوصل بالكهرباء. connect equipment to electricity. ان انت توصل معدات بالكتريستي. اللي هي معناها كهرباء. wooden اللي هو معناها خشبي. made of wood. مصنوع من الخشب. made of. معناها مصنوع من. ولكن ناخد بن. ناخد بن سالة حاجات دي مهمة جدا. الفرق بين made of. و made from. made of معناها مصنوع من مادة لم تتغير بعض الصنع. اما made from معناها مصنوع من مادة تغيرت بعض الصنع. و made in معناها مصنوع في مكان. و made boy معناها مصنوع بواسطة. ناخد بالنا من الحاجات دي. مهمة جدا. طيب. آآ عندنا شارج. اللي هي معناها آآ شاح يشحن. او معناها الشارجر بقى الشاحن. شارج يشحن بالكهرباء. put electricity into something such as a phone. ان انت تضع كهرباء في شيء ما مثل الايه? such as دينا معناها مثلة. مثلة طبعا الايه? الهاتف. بعد كده في الان معناها يملأ استمارة او يعطي معلومات. complete information انت تكمل complete معناها يكمل. تكمل information on a piece of paper على قطعة ورق on or online. او على الانترنت. هانديكرافت اللي هي الحرف اليدوية او العمل اليدوي. an object made by a person in a traditional way. هو طبعا شيء مصنوع بواسطة. اهي. made boy معناها مصنوع بواسطة شخص. طبعا بطريقة تقليدية. such as a basket مثل سلة pole اللي هو اناء وهكاس. password اللي هي كلمة sir. a special secret word. هي كلمة سرية خاصة. that you must write or say before you can use a computer or go into a place. اللي انت يجب ان انت تكتبها او تقولها قبل ما تستخدم جهاز كمبيوتر او تدخل مكان. turn off معناها اه يطفق او يوقف. make a machine stop working. ان انت تجعل الالة تتوقف عن المعام. stop working معناها يتوقف عن العمل. ناخد بالنا من stop اللي هي معناها يتوقف. stop ممكن يجو عراها الفيرب زائد ال i n g. stop to معاه الانفنتف اللي هو الفعل في المصر. بس في اختلاف في المعنى. stop معاه الفيرب i n g معناها يتوقف عن فعل الشيء نهائي. اما stop to زائد الانفنتف معناها يتوقف لفعل شيء. اما اقول i stopped to drink انا توقفت لكي اشرب. انا كنت ماشي وتوقفت عشان اش. لكن لما اقول i stopped swimming انا توقفت عن الايه اه السباحة. و اه يعني انا كنت بزبح وتوقفت. اما اقول i stopped smoking توقفت عن التدخين. بعد كده turn on معناها يشارك. make a machine start working. ان انت تخلي الالة تبدأ الايه? تبدأ العمل. be ninety nine اللي هي المتلازمات اللفظية. اللي هي الverbs and nouns افعال مع اسمها بتديني طبعا اكتبريشنز او متلازمات اللفظية. lose homework معناها يفقد الواجب. lose homework. earn money. earn money. معناها يجني مال. have a problem. have a problem. لديه مشكل. get information. get information. معناها يحصل على معلومات. الجزء الخاص بالsynonoms and intonoms اللي هي المتراضفات والمتضادات. عندنا كلمة turn on. يشغل معناها switch on. معناها برضو يشغل. وعكسها او مراضفها او اه سوري عكسها او المضادف بتاعها turn off. اللي هو يضفئ shut down. يغلق. او switch up. برضو معناها يضفئ. remember معناها يتذكر. معناها recognize. يدرك. او recall. اللي هو يستدعي او يتذكر برضو. عكسها forget. ينسى. true معناها صحيح. اه مع اه طبعا المراضب بتاعها right. اللي هو صحيح. correct صحيح. وعكسها false خطأ wrong خطأ incorrect غير صحيح. غير صحيح. اللي هو غير اللي هو خاطئ يعني. login معناها يسجل دخول لنظام الكتروني. يعني مسلا بسجل دخول على مسلا اه اي موقع الكتروني. بعمل login. طيب start using the system. ان انت تبدأ استخدام النظام او signing بتسجل دخول. طيب عكسها look out او sign out. معناها يسجل ايه خروق. colorful معناها ملون. وطبعا كلمة bright معناها زاهي او ملون. وعكسها plain اللي هو اللون السادة. بعد كده prefixes and suffixes المقاطع البادئة او النهي. عندنا اللي هي الصوفيكس en بتحول الاسم لصفة. what خاشب اللي هي النون. what in اللي هي خاشبي. on بتعطي عكس الصفة. زي ما احنا مقلنا. ان ان وام وار ودس. وطبعا ان واب برد. دول بدوني العكس. يعني انا عندي true. عكسها untrue. صحيح عكسها untrue. عندي possible مثلا. هيا نغط كده لكل واحدة مثال. possible اللي هي ممكن. ايه عكسها طبعا impossible اللي هو مستحيل. عندي regular اللي هي معناها منتظم. irregular غير منتظم. عندي مثلا agree يوافق. عندي disagree لا يوافق. عندي formal اللي هي معناها رسمي. informal غير رسمي. عندي normal اللي هي معناها برضو طبيعي. abnormal اللي هي غير طبيعي. طيب. عندي full تحول الاسم الى صفة. عندي color long colorful ملاوة. er تحول الفاعل الى اسم فاعل. يعني الشخص اللي بيقوم بالفاعل. rub معناها ياسر. rubber اللي هو less. طيب. teach اللي هي معناها يعلم. teacher اللي هي معلم. learn اللي هي معناها. اللي هي معناها يتعلم. learner اللي هو المتعلم. listen يستمع. listener مستمع. write يكتب. writer الكتب. and so on. all اللي هي تحول الال دي. تحول الاسم الى صفة. عندي tradition اللي هو تقليد. النونة هون. بقى traditional اللي هو تقليد. بعد كده الجزء الخاص به. general notes اللي هي الملاحظات العام. كلنا نعرفين ان فاعل fill زي بقلنا معناه يملأ. بس ايه الفرق بين fill in و fill with? fill in معناها يملأ بيانات او استمارة. عندي كده استمارة فيها بيانات وانا بملأها الاسم وغير زي. او اللي fill in this form يملأ هزي الاستمارة. please من فضلك. we want to know information about you. احنا عايزين نعرف معلومات عنك. اما fill with معناها يملأ بي. toka filled the bottle with cold water. طبعا طوقة ملت الزجاجة بالماء البارد. يبقى fill with معناها يملأ بي. اما fill in معناها يملأ بيانات او يملأ استمارة. كلمة بلاج. اما بتستخدم كانون معناها قابس الكهربائي. اللي هي الفيشة يعني. or the plug on your washing machine. الفيشة اللي في حالة الغسيل بتاعتك needs to be changed. بتحتاج الى اي تغيير. اما plug in معناها يصل جهاز بالقابس الكهربائي او يصل جهاز بالكهرباء. or the printer won't work because it's not plugged in. الطبعة مش هتشتغل او لن تعمل لانها ليست متصلة بالقهرباء. بعد كده اللي هو p one of the. p اللي هو verb to be. اللي هو ايه? am or is or are. في المدارع was where فين? طبعا في الماضي. was where في الماضي. معناه يكون واحد من كذا اسمي جامع. يعني ايه? يعني i is one of the tallest. بنجيب صغة تفضيل. هي واحدة من اطول البنات. طيب احنا عندنا صغة التفضيل دي. عندنا نوعين من الصفات. عندنا في الصفات اللي هي الشورت القصيرة. بنجيب there. والصفة. والest. مثلا زي the tallest دي. احي. the tallest. طب لو انا عندي صفة long. صفة طويلة. بنجيب the most. او the least. وبنجيب معهم الادجكتف اللي هي الايه? الصف. يبقى انا عندي او be one of the. يكون واحد من. وبجيب صغة التفضيل. او صفة التفضيل. في الحالة دي بجيب لو في الصفة دي قصيرة. بجيب the والصفة والest. طب الصفة دي long طويلة. طويلة. the least زاد. ايه الصفة. وبجيب بعدها اسم ايه? اسم جامع. لان اقول لك واحدة من. يبقى لازم يكون بعدها اسم جامع. فعل use من الافعال المهمة جدا. use معناها يستخدم. ولكن ايه الفرق بين be used to be used for. verb to be اللي هو is or are. is مع المفرد وار مع الجامع. يعني to be used to be used to heat cold food. هو بيستخدم لتسخين الاطعمة البارد. او مهمة جدا في use. اللي هي ايه? used to. used to. زائد الانفنتيف اللي هو الفعل في الماض. معناها اعتاد ان. اعتاد على فعل شيء في زمن الماضي. ولكن لا يفعله الان. كنا درسناها قبل كده. اول ايه? he used to. he used to. he used to. ملاسلم play. and the school team. هو كان متعود يلعب في فريق المدرس. used to. هنا معناها اعتاد على فعل شيء في زمن الماضي. ولكن لا يفعله الان وبيجي وراء الانفنتيف اللي هو الفعل في الماضي. ايه الفرق بين when وجين ور. ون فعل ون معناها يفوز بي. جائزة او مصابقة او مباراة. والماضي منها وان وان. هدى وان اجولد ميدال انجودو. هدى هدى فازت طبعا بميدالية زهبية في الجود. اما فعل جين والماضي منه جين دي هو فعل ريجولر. معناها يكسب او يكتسب. ممكن يكسب او يكتسب معلومات او وزن او خبرة. طبعا كلمة جين يكسب شيء معناوي. ممكن كمان يكسب وزن. اما طبعا ون معناها يوين اللي هي يفوز بجائزة او مباراة. طب معناها يكسب مال او معيشة. يعني مستر موهاب بيكسب او بيربح الكسير من الاموال في المملكة العربية السعودية. طبعا يبقى هنا معناها يكسب مال اما جين يكسب شهرة اللي هي شيء معناوي او يكسب وزن. ووين معناها يفوز بجائزة او مباراة او مسابقة. بعد كده الجزء الخاص بالالتعبيرات وحروف الجار الهمة. عندي الالتعبيرات. يشحن بطارية. يحصل على كلمة سر جديدة. يسجن شخص او يذهب الى السجن. اه ياخذ شخص الى السجن يسجنه يعني. يمشي على الطريق. يقوم بعملية دوية جميلة. ناخد بان يأتي بالوان عديد. ممكن مثلا يأتي باللون معناها باللون الاحمر. معناه يمشي بامتداد. طبعا اللي هي حروف الجار يجري حول النص. مصنوع بواسطة تقولن الفرق من ميت باي وميت اوف وميت فروم. ان ترديشنال ديزاينز به رسومات تقليدي. ان دفرانت كالرز بالوان مختلف. بي فيمس فور يقوم مشهور بي وفيربي تو بي دايما يبيكون ام او از او او طبعا في الباست ووز وير. معناها مشهور لدى او محبوب بي انترستد ان معناها محتم بي وفي فرق ما بين انترستد وانترستنج. انترستنج معناها ممتع او شيق وانترستد معناها محتم. الصفات اللي بتنتهي بيه ال اي دي طبعا بتصف بتصف طبعا الكائن الحي الذي يشعر بالصفة اما الصفات المنتهية طبعا بال اي ان جي بتصف الكائن الحي او الجماد الذي يسبب الاي يسبب طبعا الصفة الموجودة عندي. واخيرا الجزء الخاص بقراءة الدروس طبعا احنا كنا قراءنا الدروس قبل كده على القناة سيبلكوا اللينك في الديسكريبشن عشان لو حد عايز يدخل يشوف الشرح طبعا احنا بعد اعتقد ان احنا بعد ما شرحنا كل الديفنيشنز والفوكابلاري اللي هي على الدارس وشوفنا الجنرال نوتس على الريدنج والليسنينج اعتقد ان القراءة كده هتكون ايزي جدا وطبعا مهم جدا ان احنا نقرأ الدروس حاول تقرأها كده لوحدك عشان تفهم وحاول تفهمها طبعا لان ده بيسهل لي حل الاسئلة وكمان بيسهل لي اجابة سؤال البراجراف لو جالي براجراف في اي نقطة من اي لسن من اليونت وصلنا لنهاية فيديو النهاردة انتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة عشان نكمل باقي اليونت طبعا اللي عنده اي سؤال يكتب لي في كومنت مع تمانياتي بدوام التفوق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته